تتواصل أزمة نادي برشلون الإسباني خلال الفترة الحالية بعدما اتهم مؤخراً بالتورط في قضية رشوة للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام الإسبانية إنريكي نيجريرا وشهدت هذه القضية تطورات خطيرة خلال الساعات الماضية قربت نادي برشلون من الوقوع في وردة كبيرة إذ أصبح الآن أقرب ما يكون للمسؤول أمام القضاء الإسبانية شهدت الساعات الأخيرة تطورات خطيرة في قضية رشوة التي تورط فيها نادي برشلون الإسبانية والذي اتهم بتقديمها للنائب السابق لرئيس لجنة الحكام إنريكي نيجريرا واتهم برشلون بتقديم رشوة لنيجريرا عبر شركة خاصة يملكها على مدار الفترة من 2016 وحتى 2018 للحصول على تسهيلات تحكيمية في المسابقة المحلية هذه الاتهامات وضعت برشلون في موقف صعب جداً خصوصاً بعد التحريقات الدقيقة التي أجريت في حسابات هذه الشركة الخاصة والتي أكدت أن دخلها كان يعتمد على ما يحصل عليه من نادي برشلون القضية أحيلت مؤخراً إلى الادعاء العام لمقافحة الفساد في إسبانيا نظراً لاعتبار المدعي العام الإسباني هذه الاتهامات ضمن قائمة جرائم الفساد الكبرى ودعت الأندية الإسبانية لبيان رسمي في بداية الأمر للمطالبة بمعاقبة برشلون بقسوة ورغم رفض ريال مدريد المشاركة في البداية إلا أن النادي الملكي أعلن مؤخراً لانخراطة في هذه القضية وتقديم شكوى أمام القضاء وهو نفس الموقف الذي أعلنته الحكومة الإسبانية وحصلت السلطة الإسبانية على شكاوى تؤكد أن نيجريرا حصل من برشلون على ما يقرب من 7 ملايين يورو ولم تبدأ الدفعات منذ 2016 فقط وإنما كان يحصل على هذه المبالغ منذ 2001 وحتى 2018 وأن برشلون خلال هذه الفترة حصل على دعم غير مسبوق من الحكام وهو ما سعده على زيادة قاعدة من البطولات والألقاب مسؤول برشلون دافع عن النادي بشأن هذه القضية مؤكدين أن ما تردد مجرد مزاعم ونتائج أولية لتحقيقات لم تكتمن مع التأكيد على تعاونهم مع جهات التحقيق في هذه الاتهامات وبرروا هذه الأموال التي حصل عليها نيجريرا بأنها كانت باعتباره مستشاراً للنادي لمدهم بتقارير فنية تخص التحكيمة ليس فقط في إسبانيا وإنما في أوروبا والعالم مؤكدين أنه إجراء طبيعي واتبعته العديد من الأندية الكبرى في أوروبا ولا يمكن اعتباره رشوة مقابل الحصول على أي تسهيلة تحكمية أو التلاعب في النتائج القضية شهدت تطوراً في غاية الخطورة خلال الساعات الماضية إذ أكدت المحكمة الإقليمية في مدينة بارشلونة الموافقة على النظر في هذه القضية بالإضافة إلى إطلاق تحقيقات موسعات مع إدارة النادي والرئيسين السابقين بارتوميو وروسيل المحكمة أشارت إلى أن الاتهامات في هذه القضية لن تتوقف عند اتهام واحد وإنما ستكون عدة اتهامات من بينها الفساد الرياضي والفساد الإداري للنادي وكذلك تزوير الوثائق وكلها جرائم تعرض النادي ومسؤوليه لعقوبات قضائية